السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب يا رب تبقه خير. في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى استعييز بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا بارك فيكم جميعا. احنا النهاردة هنتكلم على البارت التاني في الادوية التي لها علاقة بالاميونو آآ ثرابي او الادوية الاميونو صابرسور. الادوية التي تضعي في المناعة. ويمكن احنا اتكلمنا في البارت الاولاني عن السيجنالز اوف اكتيفيشن اوف اميون ساستي. وحنبتدي النهاردة واحدة من اهم العائلات واكثرها شهورة الا وهي عائلة الكالسي نيورين اينا بك. يبقى الادوية اللي احنا هنبتدي بيها النهاردة يا جماعة. هي ادوية زي ما احنا عارفين وزي ما احنا هنشوفها دلوقتي عيلة مشهورة للغاية اسمها عيلة الكالسي نيورين انهيبتر. آآ زي مين? زي السايكلوس بورين والتاكلوليمس. ويمكن مهم قوي ان احنا نفتكر هو الكالسي نيورين ده بيديته ايه? ده واحد من الحاجات اللي بتعمل استيميوليشن للاميون سيستم عن طريق الكالسيوم. ثم بيحدث اكتيفيشن لانزيم اسمه الفوسفاتيز. ثم كان بيحدث حاجة اسمها ويبتدي الانفات يتحرك بشكل كبير جدا من السيطوب لازم النيوكيس. ويبتدي يحصل اكتيفيشن وآه استيميوليشن للانتل اليوكين تو. انيهاو العيلة اسمها كالسي نيورين انهيبتر. لازم اعرف كده انها بتوقف كالسي نيورين. ومن اشهر الادوية اللي ممكن تشتغل على الكالسي نيورين. طبعا زي ما اتفقنا السايكلوس بورين واحد من كلاسيكيات هو هو الميكانيزم كل اللي انا طلبه منك انك تحفظ كالسي نيورين انهيبتر. وتبقى عارف ان هم بيشتغلوا على التي لينفوسايدز بشكل كبير. وبيينهيبت الانتل اليوكين تو. وممكن يموت اللينفوسايدز او يعمل لها ويخليها ويمنع بتاعها ويخليها وقفة في ال جي زيرو او ال جي وان. الاتنين ليس هناك فرق كبير في الميكانيزم الفاكشن. الاتنين كالسي نيورين انهيبتر. الاتنين اللي استخدمات واحدة بان استخدمهم في عملية الارجان لما تيجي تنقل ارجان من شخص الى شخص اخر زي الليبر والكيدني والهارت. وايضا بيمنع حاجة اسمها ان انت مسلا اه تيجي تنقل حاجة من مكان الى مكان اخر او من شخص الى شخص اخر. ده كله بيعمل نتيجة للاميون سيستم. هو بيوقف هذا الكلام وممكن يستخدمه مع الكورتيزون مع الادوية الانتي ميتابولايت. ويستخدمه ايضا في اللي هي الامراض المناعية. الكالسي نيورين والتاكروليمس اللي اتنين بيستخدموا بي او قلنا يعني اورل وبيستخدموا اي في كمان مفيش مشكلة. بغاية دلوقتي مفيش حاجة علمت معنا واحنا بنزاكر. طيب الكاينيتكس مهمة جدا انه هم بيتجمعوا في الوايت بلاتسلو دي تعتبر نيزة. لان انا عايزهم ان هما يشتغلوا على كرات الدم البيضة والليمثروسايتز. وبيحصلهم ميتابوليزم بالسايتوكروم بي فور ففتي بالسايتوكروم بي ثري اي فور. خلاص احنا تقريبا بنخلص كل الفرماكولوجي في حياتنا فالسايتوكروم بي ثري اي فور ده اول ما تلاقيه اعرف على طول ان ده يؤدي الى دراج دراج انتر اكشن. لان لما تلاقيه الدوة بيتكسر بهذا الانزايم. هذا الانزايم فيه كتير من الادوية بتعمله اكتيفيشن. وفيه كتير من الادوية بتعمله انهيبشن. فمهمة قوي هذا الانزايم. لما يتخدوا اورل الابزوربشن بتاعهم مش افضل شيء. التي هاف في الاغلب هما باي فيزيك. يعني ايه باي فيزيك? يعني تأثيرهم بيعلق. وبعدين بيقلق وبعدين بيرجعيها الى تاني. ده مين اللي يعني بنشوفه فيه الادوية اللي. البي فيزيك كاتب لك انه هما التي هاف الاولانية اربع ساعات لستة وبعد كده من اتناشر لتمانية للسايكلوس بورين واثناشر ساعة فور التاكروليمس. يعني اين يا هاو قريبين جدا من بعد. التي هاف الاولانية للاتنين ست ساعات. التي هاف التانية للسايكلوس بورين حوالي اتناشر لتمانتاشر. والتاكروليمس حوالي اتناشر ساعة. طيب برضو لغاية دلوقتي مفيش حاجة علمت في دماغنا قوي غير ان هما بالسايتو كرون دي اه فور ففتي سري اي فور. مهمة جدا صراحة ان احنا نعرفها ان الادوية دي عندها بتعمل مشاكل على الكبد وارد ان يحصل وده منطقي. منطقي جدا. لانها بتضعف المناعة. وممكن يحصل علوه في الضغط وديابيتس وانوريكسيا انسداد في الابيطايت. وبيعلوا البوتاسيوم. دي مهمة جدا ان هما بيعملوا هايبركاليميا. وممكن كمان يعملوا تضخم في اللسا وهيرشوتزم زي الفينيتوين. آآ تريمور وسيجرز. وممكن يحصل كمان انا في لاكسيز حساسية مفرطة كل ما انت عليت الدوس. خلاص يبقى دي كلها موقت مهمة جدا. طيب خد بالك. هما نيفرو توكسيك. فخاف ان انت تاخدهم مع النانسترويدل او الاماينو جليكوسايدز. لان دي ادوية نيفرو توكسيك. بخاف اديهم مع البوتاسيوم سبيرينج ديوريتك. لان دي حاجات بتعلي البوتاسيوم. وهم قريدي بيعلوا البوتاسيوم. آآ امتصاصهم بيقل بالفاتيميل. ودي مهمة جدا. عشان كده لازم نبقى حاطين هزيه جملة في دماغنا. لان انتصاصهم ضعيف. فكمان لو اخدت فاتيميل العبزور بشكل بتاعهم هيبقى فيه مشكلة. آآ دي بقى درج درج انتراكش. الفينوباربيتال والفينيتوين والريفامبسين دول مايكروزوم الانزايم انديوسر. اما الاريسرومايسين والكيتو كونازول والجريفروت دول مايكروزوم الانزايم انهيبتل. حاجات بتعمل انهيبتل الميتابوليزم. وبالتالي اتوقع ان ممكن انها تعمل توكسيسيتي. خلاص. فدي كلها نقط. وانت بتذاكر تاخد بالك منها ان الادوية دي زي ما اتفقنا هي كالسي نيورين انهيبتل. وليها الكاسين من العيوم ما تنساش حتة الهايبر كاليمي. الجدول مهم جدا. الكلام كمان المكتوب بره الجدول هو كلام غاية في الاهمية. لانه بيتساءل فيه بشكل كبير قوي. ما بيشتغلش كده مباشرة. ده لازم يمسك في بروتين جوه الخليق اسمه سايكلو فيلين. لما بيمسك في هذا البروتين بيبتدي يشتغل وينهيبت الكالسيوم اللي كان بينشط الفوسفاتيز. يعني كل الكلام ده هيوقف. ان السايكلو سبورين لما يمسك في السايكلو فيلين هيوقف الكالسيوم هيوقف الفوسفاتيز هيوقف آآ عملية ان الان فات انه يتحرك وحيوقف كل هذا الكلام كلام منطقي جدا جدا جدا. مهمة قوي ان السايكلو سبورين بيمسك في حاجة اسمها السايكلو فيلين يا جماعة. يبقى السايكلو سبورين بيمسك في حاجة اسمها السايكلو فيلين. وفي النهاية هيقلل الانتل ليوكن تو. هل فيه اختلاف بينه وبين التاكروليمس? اه فيه اختلاف بسيط. وما الميكانيزمه في اكشن واحد. لكن ايه الاختلاف ان التاكروليمس بيمسك في بروتين اخر. اسمه ايه? اسمه امينو او اميونو فيلين بروتين. اميون فيلين بروتين. بيسموه كده. ها بيمسك فيه سايطو بلازمك اميونو فيلين بروتين. بيسموه اف كي باينين بروتين. يبقى هو مين اللي هيمسك في ايه? هيمسك في الاميونو فيلين. اما السايكلو سبورين كان بيمسك في السايكلو فيلين. خلاص? ولكن الخطوات كلها خطوات متشابهة. الفكرة كلها ان السايكلو سبورين بيمسك في السايكلو فيلين والتاكروليمس بيمسك فيه الاميونو في اللين وطبعاً هيحصل انهيبشن برضو للانتر اللي يوك انته التاكروليمس بيتميز انه هو افضل من السايكلوسبور لانه هو موربوتنت يبقى التاكروليمس بيتميز دايماً انه هو موربوتنت خلاص وبيضعف المناعة بشكل كبير وبيقلل الريجيكشن ولما تيه تاخد كورتيزون مش محتاج دوس كبير يبقى التاكروليمس موربوتنت دي نقطة مهمة جداً بس كمان التاكروليمس مور توكسك مور نيفرو توكسك بيعمل مشاكل كبيدية او اسف مشاكل في الكلة نيفرو توكسك بشكل كبير جداً ونيورو توكسك يبقى التاكروليمس عنده نيفرو توكسيستي اعلى ونيورو توكسيستي كمان حاجات عصبية عامة ولكنه لا يسبب دي من النقطة المهمة ان التاكروليمس لا يسبب ولا هايبرتنشن ولا يسبب هيرشوتزم ولا يسبب جام هايبر بيليجيا اللي هو التضخم فيه اللسة فدي كلها نقطة مهمة ان التاكروليمس مور بوتانت ولكنه مور نيفرو توكسيك ولكن لا يسبب هايبر تينشن ولا يسبب هيرسوتزم ولا يسبب جام هايبر بيليزيا دي من الحاجات المهمة جدا وانت بتزاكل لازم تبقى انت حططها في دماغها كده احنا خدنا دويين مهمين فيه عندنا كمان دويين مهمين تانيين جدا اسموهم امتور انهابتر دي ادوية بنسميها ماميليان تارجت اوف رابامايسين انهابتر ومشهورين جدا دويين اسموهم السروليمس والافروليمس والادوية دي بتوقف الباثوي اللي هو الامتور وبتوقف الانتل يوكن وبتوقف التيسل روليفريش من الحاجات المهمة جدا ان السروليمس بيمنع الاكتيفيشن اوف تيسل بيمنع الاكتيفيشن او البروجريشن اوف اكتيفيتد تيسل وبالتالي السروليمس واحد من الادوية زي ما كنا بنتكلم انه هو بيوقف الامتور او ماميليان تارجت اوف رابامايس وبيينهيبت ايضا الانتل يوكن تو وبيوقف التيسل بروليفريشن او البروجريشن بتاعها السروليمس ممكن كمان انه هو يوقف البروجريشن بتاعت التيسل خلاص وبالتالي ممكن يسميه ايضا السروليمس دي من المعلومات المهمة انه هما ممكن يسموه ايضا في بعض الكتب انتي بروليفريتف مش بس بيشتغل على التيسل ده كمان ممكن يشتغل على البيسل اللي هي المسؤولة عن البروداكشن اوف الانتي بودز يبقى العيلة دي اسمها عيلة الامتور انهابتور اللي هما الماميليان تارجت اوف رابامايسل وعندنا دويين منهم اللي هو دوى السروليمس ودوى الافروليمس الادوية دي سينرجيستيك مع السايكلوسبورين ممكن ان احنا نستخدمها بشكل كبير جدا في بعض الالوغرافتز اللي هو بعض الترانس بلانتيشن نلقن ارجن من مكان الى مكان او من شخص الى شخص ممكن يستخدم مع السايكلوسبورين ومع التاكروليمس ومع الاستيرويد ومع المايكروفينوليت وممكن كمان يستخدم فيه الاستيم سيل ترانس بلانتيشن ويستخدم توبيكالي يبقى الحاجات دي مهمة جدا انها ممكن تستخدم توبيكال مع السايكلوسبورين في علاج بعض المشاكل بتاعت الالتهاب بتاعت الريتنا اليوفوريتينيتس وممكن ايضا بيستخدم عشان كولتنج يوقف الجرافت فاسكولر ديزيزيز اللي هو برضو احنا بنعمل اورجنز ترانس بلانتيشن وممكن كمان يستخدم فيه الكورونرستينت اثناء الدعامة اللي بتتحط فيه الشريان التاجي لأن هو له تأثير انتي بروليفريتف وبيمنع الاستينوزيز في الكورونراري ارتري فيه عمليات الانجيوبلاستي اللي هي عمليات الاسطر ودي من الحاجات اللي معروفة جدا للسوروليمس انه ممكن يستخدم مش بس كاميونو سابريسور ومش بس فيه علاج الالتهاب لا ده كمان ممكن يستخدم في الكورونرستينت اللي هي الدعامة اللي بتتحط فيه الشريان التاجي على اساس انه هو انتي بروليفريتف ميلي انتي بروليفريتف هزي كلمة بتقال اكتر على السوروليمس وما ننساش ان الادوية دي ممكن كمان انها تتاخد خلاص ونتتاخد توبيكل فتوبيكل دي مهمة جدا زي لما تكلمنا عليه في الادوية برضو من المعلومات المهمة ان حاجة زي دي او الادوية دي بيحصلها ميتابوليزم بالسايتو كروم بي فور ففتي ميلي بالسايتو كروم بي تري اي فور يبقى نعرف ان هيبقى فيه دراج دراج انتر اكشن كمان التي هاف التي هاف بالنسبة للسوروليمس حوالي ستين ساعة فيعتبر لونج تيوريشن جدا واربعين ساعة بالنسبة للسوروليمس ودول يبعوند للبلازما بروتين ومن اهم معيوبهم ان هما بيعملوا سواء زيادة في الكولوستيرول او وممكن كمان يعملوا مشاكل على الكلا وسرومبوسايتوبينيا بيقللوا كرات الدم البيضة وهباته ومشاكل على ولكن من النقط المهمة ان هما ممكن يعملوا مشاكل نيفرو توكسيسيتي ويعملوا كمان هايبر ليبيديميا ويعملوا زيادة في الكولوستيرول وزيادة في التراي جيليس رايد برضو ما ننساش ان هما الافضل ان هما ما يتاخدوش مع فاتيميل لان الفاتيميل بتقلل انتصاصهم ما ننساش ان هما بيتاخدوا بير اورل او ان هما كمان ممكن يتاخدوا توبيكال السوروليمس من اقدم الحاجات اللي موجودة كماميليون تارجيت اوف رابامايسن انهابيتور كامتور انهابيتور هو بوتنت اميونو سابريسور الستراكشور بتاعه ماكرولايد يعني الستراكشور بتاعه لحد ما كبير شبه التاكروليمس وكانوا زمان بيسموه السوروليمس ده كانوا زمان بيسموه الرابامايس يعني السوروليمس كانوا زمان بيسموه الرابامايس وبيشتغل ازاي برضو محتاج انه يمسك في حاجة اسمها الاميونو فيلين فكي بانيج بروتين زي التكراري بس بالزبط بس هو ما بيشتغلش على الكالسي نيورين هو بيشتغل على الامتور هو ماميليون تارجت اوف رابامايز خلاص هو تزنط انتر اكت مع الكالسي نيورين والامتور من الحاجات الباثويز المهمة جدا لما بنوقفها هيوقف البروليفريشن والديفرانشيشن بتاعت التيسولز وكمان هيوقف الانتر ليوكن تو فدي واحدة من المعلومات المهمة جدا واحنا بنزاكر برضو نبقى حطنها في دماغن اذا احنا حتى هذه اللحظة تقريبا اخدنا عائلتين مهمين جدا عيلة منهم كان اسمها ايه دا كترة من العائلات المهمة اخدنا ادوية اسمها الكالسي نيورين انهابتور ودي مشهورة جدا اخدنا دواء اسمه السايكل سبورين وده واحد من الحاجات القديمة واخدنا دواء اسمه تاكروليمس اه مهمين جدا السايكلوس بورين ما ننساش ان هو عشان يشتغل بيمسك في حاجة اسمها السايكلو في اللين اما التاكروليمس عشان يشتغل يحتاج ان هو يمسك في حاجة اسمها الامينو او الامينو اميونو آآ في اللين اوكي يبقى دي كلها من الحاجات المهمة السايكلوس بورين بيمسك فيه السايكلو في اللين يبتدي يشتغل ويمنع الكالسيوم وزي ما اتفقنا بيمنع بتاعت الفوسفاتيز وبيمنع ان النفات ده يحصل له وهكذا السايكلوس بورين عشان يشتغل محتاج ان هو يمسك في السايكلو في اللين اما التاكروليمس بيمسك في الاميونو في اللين آآ التاكروليمس برضو من الحاجات المهمة وانا بذكره ان انا بقى احاطت في دماغي ان هو مور آآ بوتنت وابقى احاطت في دماغي ايضا ان هو مور آآ نيفرو آآ نيفرو توكسيك عنده توكسيستي آآ عالية جدا ولكن زي ما اتفقنا ان هو لا يسبب هيرشوتزم ولا يسبب دي اشهر الادوية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الادوية في ادوية كمان زي ما اتفقنا اسمها دولي برضو مشهورين جدا اللي هو ومن اشهر الادوية اللي بتشتغل على دويين مهمين جدا دوا قديم قوي اسمه ما ننسهوش ده وده يا شباب عبارة عن آآ انتيبيوتك وكان اسمه زمان عشان يشتغل برضو محتاج ان هو يمسك في اسمه الاميونو ها فاللين زي زي التاكروليماس بالزابط اللي هو الافكي آآ بايندينج بروتي آآ برضو من الحاجات المهمة ان السروليماس قلنا عنده مقدرة ان هو يكون آآ بلوريفريتف وتكلمنا على العيوب بتاعها من الحاجات برضو المهمة عندنا دوا تاني الحمد لله دوا تاني اسمه الافروليماس وتقريبا نفس الميكانيزم يمكن السروليماس من الحاجات جدا وآآ العيلة دي كلها بتتميز ان هي عندها برضو نيفرو توكسيسيتي وما ننساش ان هم ايضا ممكن يعملوا حاجة اسمها خلاص دي من المعلومات المهمة جدا واحنا بنزاكر يبقى اخرنا ادوية كالسينيورين انهيبتور اللي هو السايكلوسبور الموتاكروليماس وادوية انتور انهيبتور اللي هم السروليماس والافروليماس لازم واحنا بنزاكر يبقى حطينهم في دماغنا وفاهمينهم بشكل كبير والسروليماس آآ كمان ممكن نستخدمه في اللي هي الدعامة بتاعت شريان التاجي على اساس ان هو بيمنع الاستينوزس او بيمنع البروليفريشن طيب في عيلة تالتة اسمها الادوية الانتي آآ بروليفريتف هنتكلم عليها بازن الله برضو انا كاتب هنا جملة مهمة ان السروليماس مع المايكرو آآ فينوليت لقوا انهما لما بيتحطوا على بعض بيحصل ليس نيفرو توكسيستي هنبتدي بقى نتكلم على الادوية الانتي بروليفريتف في العلاج بتاعنا جائم يونو سابرسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة